مدينة دار البيضاء مدينة دار البيضاء مدينة دار البيضاء تخصص منحة مالية كبيرة مدة دي الاصلاح تقريبا سنتين الشركة الجديدة هي السونارجيد نظرا هذا التغيير نظرا هذا التغيير ستعطي نفع الكثير للكرة القادمة المغربية والكرة القادمة الأفريقية ويكون مخصص للكأس الأفريقية دار البيضاء توقف المركب البيضاء بما في هذا الرجاء الرياضي ولكن تبقى ضرورة ملحة لأن هذا الوطن دينا وهذه مشاركة أفريقية المسألة عندها علاقة بالاستعدادات القرية والعالمية وبالتالي على الجميع الخارط ولو يكونوا تضحيات وهذا من الشيء اللي خصنا نديرو نحن كنادي الرجاء الرياضي نستعدو مركب العربي الزاولي كنظن هو اللي متاح حاليا الطاقة الاستعابية صحيحا هو شوف احنا يا اللي عنا اليوم في الاتفاقية كي نابعنا الحل المؤقت هو العربي الزاولي هما مدينة الدار بيضاء هما اللي يعني كيختارحوا على هذا القرية العربي الزاولي ولكن كمجلس مدينة كيقول بأن مركب الخاميس الحل البديل هو العربي الزاولي ستم إعادة تهيئة لكي يستقبل الجماعير كما قلت لي الطاقة الاستعابية ضعيفة ولكن عشرين ألف تقريباً ولكن هذه الطاقة الاستعابية كان عيشوها حتى في مركب محمد الخاميس أنا مجلس مدينة كبيرة لدراجة الويداء يعني وما كبار حتى الطاقة الاستعابية خاميس فهي ما كتكونش كافية اتخرجوا ما تنسوش تابونه في لشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر